السكوتر هو اريح. اه. يعني اريح مسراحة من المتسيكلة حتى العادي. طبعا. الريسنج. كلمنا عن الفرق دا يا محمد. اه. يعني اه هو ريسنج مش مريح في المسافات الطويلة خالص. و ايه الفرق اما بين بالزبط السكوتر والكاستم والريسنج والانواع المتسيكلات التانية. طبعا. الريسنج من اسمه باين نوع ريسنج. اه. او جري او هو مسافة قصيرة. هو 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 ليه وظيفة نوع يطلع يجري. اه. فالسكوتر مش كده خالص. الاسكوتر هو عبارة انا دايما بقولها لهم بصورة مبسطة. هي عجلة متطورة. عجلة متطورة يعني عجلة. فراميلها الاتنين في ايديكي. ودلوتي بقى راكب عليها موتر. والموتر دا في احجام السي سي بتاعه. في من اول مية وخمسين سي سي. لحد. السكوتر فعليا لحد سبعة مية وخمسين او تمنمية وخمسين سي سي. فيقدر يوفي زيه. زي الموتسيكل. بس الطريقة امنة. طيب. ايه الفرق بين الموتسيكل والسكوتر. بيبقى اوتوماتيك. الموتسيكل بيبقى مانيويل. الاسكوتر اللي الاتنين فرامل. لقلت. فقال. اه. موجودين في الايد قدامك. الموتسيكل لقى بيبقى واحدة فرامل والتانية الدبرياش. آآ. السكوتر الموطير بتاعه تحت الكرسي. القاعدة مختلفة تماما يعني مريحة. طبعا. الموتسيكل بقى بين رجليكي. ايوة. فلما نيجي نبص بعدين من السكوتر انت رجلك الاتنين جوه. طمح مية. في الموتسيكل انت رجليكي الاثنين برة فبكل المقاييس السكوتر اقمن فبالتالي العرضة ساعة الحدثة لقدر الله او حاجة فانت عرضة ان انت تتعوري او يحصل لك حاجة اقلب كتير من الموتسيكل وبعدين السكوتر بيطلع واحدة واحدة الموتسيكل بيطلع مرة واحدة فده برضو فرق فانا دايما بدور على السيفتي انا كان اهم حاجة عندي ان انا لما امارس هواية امارسها بطريقة تحافظ عن الناس ولما علمهم حاجة يحافظوا بيها على نفسهم معلمهمش هواية يحصل لهم ضرر منها فده كان اهم حاجة وده اللي خلاني اركز في السكوترز انا اصلا يعني انا واحد بالناس اصلا بايكر انا بادي مثلا 28 سنة وبادي بموتسيكلات مش السكوترز ومع الوقت لقيت ان ثقافة السكوتر دي مش منتشرة في مصر فلازم ننميها ولازم نطورها وهي اقمن عشان نحافظ لانها لاغراض تانية كتير قوي بنقول دلوقتي البنزين بقى غالي جدا الزحمة اللي احنا فيها احنا محتاجين ان احنا نوفر وسيلة مواصلات مختلفة والاقمن دلوقتي بالنسبة سيبك بقى من الهواية سيبك من كل ده الاقمن هو السكوتر عشان كده السكوتر يعني بالنسبة لي هو وسيلة وحاجة اقدر تستخدميها في الهواية بتاعتك بطريقة سيفة وكويسة واسهل يعني السكوتر الاوتوماتيك ده بالزبط كانك بتكمباري عربية مانيويل وعربية اوتوماتيك صح فده اوتوماتيك انا بادوس بنزين وفرامل فالموضوع سهل جدا سهل جدا للبنات سهل جدا للناس كلها للناس الكبار في السن يعني احنا في الكلاب عندنا ممكن احنا عندنا ناس عندها فعليا يعني 44 سنة و35 سنة و69 سنة يعني عندنا ناس كبيرة وعندنا شباب لسه 18 سنة عشان انا المنمم عندي لازم 18 سنة عشان الرخص طب كويس اوي ان انت جيت بقى للمقطة دي فده للأسف الشديد احنا دلوقتي بنشوف في الكمباونز الولاد سيقين سكوترز لوحدهم صح من غير اي نوع من انواع التعليم بيتباهوا بالسكوترز ما بينهم وبين بعض اي ان كان سكوترز او جولف كارز بالأسف الشديد برضو الحوادث تبقى نسبتها عالية جدا صحيح من سن كام الاطفال او المراقعين يبتدوا ان هما يركبوا سكوترز وايه اللي مفروض يتعلموه قبل ما يركبوا سكوترز وكلام ده للأهالي لان اللي انا بشوفه في الكمباونز مريب فادينا النصايح بقى في الجوز القانون قيل 18 سنة المفروض ان انا نقفوله القانون لان هما ما حطوش القانون بس المشكلة في الحاجات اللي هي بكهربا الحاجات الكهربا بتتصنف ان هي العاب يعني العاب اطفال فدي مشكلة تانية صح بس انا شايف ان هو 16 سنة يعني قلة من 16 سنة هو اصلا مش اوار بالحاجة اللي معاه وعلى فكرة انتي بتقولي الكهربا انتي مستهترة بالكهربا لا الكهربا بيجري لا طبعا بيجري انت بيوصل لستين صح احنا من اول سرعة 30 او 40 انتي معرضة ان انتي يحصلك كسر ومعرضة ان انتي ممكن يحصلك حاجات كتيرة من كم؟ من سرعة 30 سرعة 30 ممكن يحصلك كسر؟ طبعا يعني انتي ممكن سرعة 30 لو وقعتي بطريقة معاناة الكسري وابتداء من 30 هو خلاص خد السرعة دي سرعة 30 لو وقعتي منها بتدي ممكن ممكن تلكسري